بفهمي وخبرتي بشخص خطورة هذا الشخص على هذا الموقع خطورة هذا الشخص في هذا المنصب اللي هو خطير لأنه هو رقابي وهو تشريعي فمتابعتي تتخليني أجزم أنه هذا الرجل كان يتلاعب في التشريع تقديما تأخيرا طمسا أما الرقابة فهو أحرى الناس في أن يراقب لأنه فساد واسع ويزكم الأنوف والسكوت عنه أيضا جريبا طيب خرج من رئاسي البرلمان يستطيع أن يتحكم بمن يأتي به شنو أدواته أنت تعرف بالوضع السني هو يتغيره رئاسات البرلمان أصلا هو يتغيره قيادات سنية لا لا هو مشهور في أنه من معه يكبل يديه ورجليه بتواقع بتوريطات بتهديد ويملك هو أوراق أن يؤذي من يتمرد عليه ولذلك أقول الذي يأتي كرئيس لمجلس النواب منه في الحقيقة ما راح يوقع شيء ذلك يوقع أو هذاك يقرر وهذا يوقع بس ليش من يتوقع أنه يتمرد؟ من؟ البديل من يبني على التوقع يبني على الواقع ليش توقع؟ في واقع يشهد أن هذا الرجل إذا هو جاب واحد سواء كان وزير أو وكيل وزير أو رئيس مجلس النواب أو نائم رئيس مجلس النواب سيتحكم به هذه طبيعته طيب ويعني أنا انتقدت انتقاد حاد مباشر على هذه الطريقة في إدارة الأمور وفي قيادة الأمور فكان الجواب لو كنت بمحلي في الواقع السني لفعلت نفس ما أفعل طيب بس خلي أكون شوية منحاز ليش المالكي قيس الخزعلي سيد مقتدى مسعود البرزاني كل ذولة لما يأتون بناس ما يتحكمون بهم؟ في فا كلهم كلهم واحد ليش يسلى بالحق من واحد يعني إحنا شوية استغرقنا بنقطة التحكم بواحد بس مو هي هذه الخطورة الخطورة أنه رجل يحمل مشروع يخص العراق ومستقبله وهذا المشروع مو بريء ولا بعيد عن تفكير الخارج بالعراق كحاضر وكمستقبل شنو المشروع؟ كلهم نفاهن يعني هو في حوار معي لا يكفي أنه ينفيهن نفى الأقلمة نفى قصة توطين الفلسطينيين نفى علاقته غير طبيعية بالدول الخليج كلهم نفاهن وطلب الأدلة بأنه هو متهم فيهم نحن مو في وارد الآن أنا حاكمة في هذه الجلسة نعم أنت تأخذ رأيي وأنا أضطيك رأيي نعم ماردة حاكمة أنا عندي أذلة كافية على أن هذا الرجل خطير في نزعته الشخصية وفي تفكيره الأوسع اللي هو كمشروع أي أصلاً هو مسيرته تدعو للشك والريبة يعني رجل شاب يدخل العمل السياسي بقوة غيره بالـ 2014 بالـ 2018 يصير رئيس ميزيس النواب صدقني معي وهذه نقطة عار في جبين العملية السياسية العراقية سنية وشيعية وكردية ونقطة عار في جبين السلاسة الذين الآن يعارضونه وهم لا يعارضونه لشيء يتعلق بمصلحة العراق ولا يؤيدونه لأمر يتعلق بمصلحة العراق